السلام عليكم ورحمة الله في هذا الدرس نتكلم عن جميع رموس أعطاء الغسالة LG وإن لم تجد الرمز الخاص بغسالتك أتركه في تعليق وسوف أرد عليكم إن شاء الله رمز TE يشير هذا الرمز إلى خطأ في التدفئة عادة ما يتسبب في الثرمستات الخاطئ لإصلاح هذا أفصل الغسالة عن الكهرباء لمدعشر ثواني قم بتوصيل الغسالة مرة أخرى واضغط على زر الطاقة اضغط على زر السرعة حتى لا يتم تميز أي دوران بمجرد تشفيف الغسالة أعد تشغيل دورة الغسيل إذا استمر رمز الخطأ TE اغلق صنابير المياه وافصل الغسالة لأن هناك خطأ في حساس أو الثرمستات السخان أو السخان نفسه رمز P F هذا الرمز يشير إلى انقطع التيار عن الغسالة فتظهر الرمز والإصلاح هذا العطل قم بإعادة تشغيل ولن تظهر هذا الرمز مرة أخرى رمز PE يشير هذا الرمز إلى عطل في حساس مستوى الماء أفصل الغسالة عن الكهرباء لمدة عشر ثواني ثم أعد تشغيلها مرة أخرى إذا استمر الرمز يجب تبديل حساس مستوى الماء رمز FE يشير هذا الرمز إلى أن الغسالة مليء بالماء طبعا صمام دخول الماء هو السبب قم بإغلاق صنبور الماء وشغل الغسالة على وضعية التشفيف تأكد أن مضاقة طرد الماء يعمل بشكل جيد وإذا استمر الماء بالدخول دون توقف يجب تبديل صمام دخول الماء رمز DE1 يشير هذا الرمز إلى أن باب الغسالة مفتوح وغير المؤمن قم بإيقاف التشغيل من مصدر الكهرباء لمدة عشر ثواني وتأكد أن باب الغسالة محكم تماما ثم حاول إعادة تشغيل الغسالة إذا استمر على هذا الحال يجب تبديل قفل الغسالة رمز DE2 يشير هذا الرمز أن باب الغسالة مغلق ولا يفتح بعكس الرمز السابق قم بإعادة تشغيل المصدر من المصدر الكهربائي لمدة ثلاثين ثانية ثم حاول إعادة تشغيل إذا استمر ظهور هذا الرمز يجب تبديل قفل الغسالة رمز CD لا يعتبر هذا الرمز هو رمز الخطأ ولكنه مؤشر على اكتمال دورة التشفيف ويعني في الواقع يبرد عند عرضه على الشاشة المتعددة يتم ضبط التبريد تلقائيا عند اكتمال دورة التشفيف عندما لا يتم نزع الملابس فور انتهاء دورة التشفيف يمكن أن تتكون التجاعد تعمل ميزة التبريد على تقريب الحمولة بشكل دوري ويعادة ترتيبها لتجنب تكون التجاعد لمدة تصل إلى أربع ساعات تستمر رسالة في الظهور حتى تتم إزالة الملابس أو يتم الضغط على زر Start Pause رمز SUD إذا اكتشات الغسالة عددا كبيرا جدا من رغوة الصابون فإنها تعرض الرمز الخطأ هذا وتضيف دورة تقليل رغوة الصابون هذا يضيف حوالي ساعتين إلى وقت دورة إذا تم اكتشاف الكثير من رغوة الصابون أثناء الأصر تتوقف الغسالة لمساعدة في منع التسرب الحل الموصبه لا تضيف أكثر من كمية المنظف الموصبها من الشركة المصنعة قلل كمية المنظفات المستخدمة حتى تختفي رغوة الصابون رمز CE يشير هذا الرمز الخطأ أن هناك تيار عالي في الدائرة الكهربائية للمحرك إنه ناتج عن دائرة كهربائية قصيرة أو عطل أرضي أو زيادة في الطاقة لإصلاح هذا أفصل الغسالة عن الكهرباء لمدة 20 ثانية قم بتوصيل الغسالة مرة أخرى وحاول تشغيل الدورة إذا استمر العطل يجب إيقاف الغسالة لمدة ساعة على الأقل حتى يستقر الفولتية أو التيار ثم حاول إعادة التشغيل وإذا استمر العطل هناك عطل في المحرك أو العقل الألكتروني يجب فحصها من قبل مختص رمز UE قد لا توزع أنواع تحميل معين وزن الحمولة بالتساوي بما يؤدي إلى حمل غير متوازن يجب توزيع الحمولة أو الملابس بالتساوي عبر سطح الحوض الدوران في حال الأحمال الصغيرة لا يحدث التوزيع المتساوي بسهولة كما في الأحمال العادية سوف تتكتل الملابس معا لتتخلص من ثقل الحوض أثناء دورة العصر أعد ترتيب العناصر في الحوض على تشغيل الدورة مرة أخرى رمز DE يشير هذا الرمز إلى أن باب الغسالة غير قادل على القفل يمكن حال ذلك إعادة عن طريق إجراء إعادة تعيين بسيط على الغسالة كيف هي إعادة ضد الغسالة؟ أضغط على الـ Power لإيقاف الغسالة أفصل الغسالة عن المصدر الكهربائي أو قم بإيقاف تشغيل قاطع الدائرة مع تعطيل الطاقة أضغط مع الاستمرار على زر الـ Pause لمدة 5 ثواني قم بتوصيل الغسالة ومرة أخرى أعد تشغيل قاطع الدائرة رمز TCL يعني الخطأ أن الوقت قد حان لتشغيل دورة تنظيف الحوض أفرخ الحوض وادخل المبيل في موزع المنظفات وحدد دورة تنظيف الحوض Top Clean موجودة في بكرة البرامج لتخطي دورة تنظيف الحوض أدر مقبض محدد الدورة أو أضغط على أزرار الخيارات لتحديد الدورة المطلوبة تظهر رسالة التذكير مرة أخرى لبضع دورات غسيل ثم تختفي حتى دورة تنظيف الحوض المجدولة التالية رمز الخطأ LE الموجود على شاشة الغسالة أن المحرك مغلق ولسببين الأول حساس محرك الغسالة عاطل ولا يعمل والثاني ربما بسبب حمولة غسيل ثقيلة ستضع الأحمال الكبيرة والثقيلة ضعفا على المحرك مما يتسبب في حدود رمز LE سيؤدي إجراء إعادة الغسالة حل هذا الخطأ إعادة تشغيل مع تقليل حجم التحميل أو حمولة الملابس لكن إذا ظهر رمز الخطأ في كل دورة غسيل فستطلب الوحدة خدمة إصلاح الحساس أو المحرك رمز الخطأ CL رمز الخطأ CL ليس رمز خطأ ولكنه مؤشر على أن نظام قفل الأطفال نشط عندما تكون نظام قفل الأطفال نشط يتم تعطيل لوحة التحكم ولا يمكن ضبط الإعدادات لتنشيط قفل الأطفال أو إلغاء تنشيطه اضغط مع استمرار على زر قفل الأطفال لمدة ثلاث ثواني لاحظة يختلف موضوع زر قفل الأطفال وفقا لتراز جهازك رمز UE يشير هذا الرمز إلى أن خطأ في حمولة الملابس أي أن الملابس غير موزعة بشكل متساوي قم بإعادة توزيع الملابس وتشغيلها مرة أخرى رمز الخطأ IE يشير هذا الرمز إلى أن الغسالة لم تكن قادمة على ملء الماء تأكد من صمام دخول الماء وفلتر الموجود داخل الصمام ربما يحتاج إلى التنظيف رمز الخطأ OE يشير هذا الرمز إلى أن الغسالة غير قادرة على تصريف المياه المستخدمة أثناء دورة الغسيل تأكد من خرطوم تصريف مجعد أو ملتوي تأكد من فلتر مضخة التصريف أرجو أن استفدتم من هذا الدرس وشكرا لكم وإلى درس آخر نستودعكم الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر